تتعدد الطرق من أجل التخلص من احتباس السوائل في الجسم في هذا الفيديو سنتعرف على مشروبات للتخلص من احتباس السوائل في الجسم يحتبس جسم الإنسان السوائل في الجسم لأسباب عدة منها متعلقة بالأمراض أو أنواع الطعام لكن هل هناك مشروبات للتخلص من احتباس السوائل حقا؟ مشروب عشبة الهندباء إن شاي الهندباء يعد من أهم المشروبات الفعالة في التخلص من احتباس السوائل في الجسم إذ تعمل نبتة الهندباء كمدر للبول بشكل فعال شاي المتة يساعد شاي المتة في التخلص من احتباس السوائل داخل الجسم كما يحتوي على كمية من الكافيين تحفز على طرح السوائل خارجا أيضا الماء يتساءل معظم الأشخاص إن كان عليهم استهلاك الماء في حين أنهم يرغبون من تخلص من الماء الزائد إن الماء يعد من أهم السوائل التي يجب استهلاكها من أجل تخلص من احتباس السوائل إذ عد الأملاح المسبب الرئيسي لهذه الحالة وليس الاستهلاك المفرط للماء مما يؤكد على ضرورة شرب الماء وبذلك يكون من أفضل المشروبات للتخلص من احتباس السوائل في الجسم الشاي والقهوة تساعد المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها الشاي والقهوة في التخلص من احتباس السوائل في جسم الإنسان إذ يقوم بعض الأشخاص بالسهلاك مستخلص الكافيين ولكن تعد إضافة الكافيين إلى الماء مفيدة في التخلص من احتباس السوائل بشكل أفضل وبالرغم من أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعد مفيدة في التخلص من احتباس السوائل إلا أنها لا تسبب الجفافة على الإطلاق نصائح أخرى من أجل تخلص من احتباس السوائل تقليل السهلاك السوديوم يؤدي السهلاك السوديوم بكثرة إلى احتباس السوائل بشكل كبير لذلك ينصح بتقليل السهلاك السوديوم كأول خطوة من أجل طرح الماء خارجا تقليل السهلاك الكربوهيدرات يؤدي السهلاك المفرط للكربوهيدرات لاحتباس السوائل داخل جسم الإنسان لذلك ينصح بتقليل السهلاك الكربوهيدرات من أجل تخلص من الماء الزائد في الجسم الرياضة يقوم الإنسان بالتعرق أثناء ممارسة الرياضة وهي إحدى الوسائل من أجل التخلص من احتباس السوائل داخل جسم الإنسان حبوب الماء يقوم بعض الأطباء بوصف حبوب الماء أو ما تعرف بمدرات البول للأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل بشكل مفرط إذ تساعد هذه الحبوب في طرح الماء والصوديوم الزائدين عن حاجة الجسم خارجا البوتاسيوم ينصح بتناول الأطعام والمشروبات الغنية بالبوتاسيوم إذ يساعد ذلك على طرح الصوديوم خارج الجسم وبالتالي التخلص من احتباس السوائل المدة التي يجب انتظارها من أجل التخلص من احتباس السوائل تستغرق هذه العملية ما يقارب 24 ساعة ولكن في حالات ارتباط احتباس السوائل بالطراب في الهرمونات داخل الجسم فإن ذلك يتطلب وقتا أطول من أجل عودة الجسم إلى طابعته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر